اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المتابعين للشأن اليمني يتعلق بامكانية تطبيق حظر يمنع الميليشيا الانقلابية من القيام بمحاولة جديدة خاصة وان نظام طهران يواصل تمويل الميليشيا دون اي رادع حاسم حيث اكشف المتحدث باسم التحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد روكن تورك المالكي عن طريقة تهريب ايران للأسلحة الى ميليشيا الحوثي في اليمن مضحا ان ذلك يتم عن طريق التهريب من الضاهية في بيروت ثم الى سوريا ومن ثم من ايران عبر البحر الى اليمن واكد المالكي بان ميناء الحديدة في اليمن يستغل كنقطة رئيسية لتهريب الصواريخ الباليستية للداخل اليمني واشار الى ان البحرية الامريكية والاسترالية والفرنسية اوقفت بعض السفن التهريب الايرانية داخل المياه الدولية من جانبه دعا الرئيس اليمني عبدرب منصور هادي المجتمع الدولي لتحمل مسئوليته تجاه ما يقوم به الحوثيون في اليمن وضي حد للتدخلات الايرانية في بلاده والمنطقة وبذلك تستمر المحاولات لردء الانظمة القائمة على دعم الارهاب وتستمر جهود التحالف العربي بدحر الميليشيات الانقلابية واعادة اليمن الى سابق عهده